موسيقى صباح الخير اثنين الحصاد أجرى حسابات الحركين الميداني والسياسي وطرفان نزاع احتكما إلى القضاء الذي يخشى بيوت السباع فلجهة الحراك الشعبي تقدم الناشطون بدعاوى قضائية على معتدين رصدوا في تظاهرة الأحد المتظاهرون لجأوا إلى العدل نفسه الذي سبح في تياره رئيس مجلس النواب نبيه بري مدعيا بصفته الشخصية على مواطن رفع لافتة ضد زعماء ثلاثة هم بري الحرير وجنبلاط الجهة الرسمية المدعية رفعت دعواها على شخص واحد والجهة الناشطة قدمت إلى القضاء لائحة باسمين لكن ماذا عن العشرات الذين نزلوا كقوة ضاربة للتظاهرة وعرفت نفسها بأنها تدافع عن كرامة رئيس مجلس النواب من يدعي على هؤلاء ولماذا لم تصدر حركة أمل بيانا ينفي أو يؤكد المعلومات الصحفية التي زجت باسمها تخريبا للحراك فلا دعوة بر تكفي وحدها لنفض الاتهام ولا اختصار الناشطين على تسمية شخصين فقط من بين عشرات المعتدين تؤدي إلى عدم تكرار السيناريو عميد الحوار رفع عنه المسئولية بالشكوى لكن كل من جنبلاط والحريري لم يشارك في التكافل والتضامن في الدعوة ولعل زعيم الحزب التقدمي كان الأقرب إلى الاعتراف بالفساد وإن طالب الناشطين بإبراز اللائحة الكاملة للمفسدين على الأرض البوح الجنبلاطي يتحول سياسيا إلى طاولة الحوار اليوم التي يسبقها حراك على قدمين وسقين للوزيرين وائل أبو فعور وليسبو صعب سعيا لعودة بالطراضي إلى الجلسات الحكومية وصولا إلى فتح مبين في مجلس النواب وسواء على صعيد حوار ساحة النجم أو الحوار السيار لوزيري الصحة والتربية فإن للعماد ميشيل عون موقفا أمهل فيه ولم يهمل وهو كان على شفير طاولة المستديرة لكنه أعطى رئيس مجلس النواب فرصة من جهة وأعلن الاستدارة إلى شارع بعبدة للتظاهر من الجهة الأخرى والمفيد في كل ما يجري سياسيا أن زعماء الوضع الراهن يأخذون قراراتهم وحراكهم السياسي على توقيت الشباب الناشط الذي غير البوصلة وأصبح قبلة تصوب الاتجاهات قبيل ساعات على انطلاق جلسة الحوار الثالثة في المجلس النيابي رفعت القوى الأمنية جدارا للفصل في وسط بيروت بين النهار وفندق لغري والجدار يحول الوسطة تجاري إلى منطقة معزولة مع أحكام التوقي أيضا لجهة السرايا الحكومية بجدار حديد وكذلك كل مداخل ساحة النجمة ترجمة نانسي قنقر مجموعة طلعة ريحتكم عقدت مؤتمرا صحفيا عرضت فيه أسباب رفضها لخطة أكرم شهيب من خلال فيديو وردت على التساؤلات التي وجهت لها لجهة تمويلها وخلفيات أفرادها مؤكدة أن الأجوبة والفيديو قد نشروا على صفحة طلعة ريحتكم على فيسبوك مطالبنا من الأول أربعة وهالمطالب ما تغيرت المطلب الأول استقالة وزير البيئة محمد المشنوق لأنه تقاعص عن أداء مهامه وتقاعص كمان عن أعلان نتائج التحقيق المدع العام المالي بقضايا الفساد بملف النفايات تانيا التحرير الفوري لأموال البلديات وشطب ديونها من دون مماطلة وأصلاح خطة الوزير الشهيب قبل تضمينها كملحق بأرارات مجلس الوزراء حتى ما تبقى بس حبر على ورق أيضا محاسبة كل مطلقين نار والمعتدين على المتظاهرين السلميين من قوى أمن ومن مجموعات مدنية وصولا إذا ما تحقق هذا الشيء لإقالة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق رابعا والمطلب يلي عم تحرك كلنا سوى كمان على أساسه وانتخابات نيابية تسمح بالتمثيل الديمقراطي الأوسع لكل اللبنانيين واللي بتشكل مدخل لعادة الحياة الدستورية والشرعية الشعبية لهذا البرلمان كمان بيهمنا الناس تعرف أنه نحن مش موجهين ضد زعمة وتركين زعمة مش موجهين بالشخصي وبالشتم ضد حدا وإذا كان في أفراد على الأرض عم يعبروا عن رأيهم فهن ما بيلزموا كل الحراك إلا إذا كان المقصود ينعمل مننا قصة في إنجازات مخباية لازم الكل يعرفها أولاً والناس إلى فترة عم متفكر شو رح يعمل الحراك شو رح بيصير وين رايحين مش شو عمل الزعيم الفلاني أو شو اختلفوا بين بعض وبالتالي صار فيه مساحة جديدة غير 8 وغير 14 ثانياً نتقى المستوى الخطاب داخل الأحزاب والأطراف السياسية نفسها لتحكي عن حقوق اللبنانيين مش حقوق الطوايف ولو على القليل بالحكة ثالثاً وقفنا المناقصات اللي كان الهدف منها محاصصة طائفية وسرقة أكبر للمال العام رابعاً قدر الشارع يحشد نفسه بنفسه من دون عوامل خارجية من دون تأثر ببلدان تانية من دون تجهيش طائفة من دون تمويل بس بإرادة حرة ورغبة بالتغيير وهيدي نتائجها إذا ما بينت اليوم بتبين بكرة خامساً البلديات رح تسعيد أموالها رح تنشطها بالديونة ورح تقوم بالكنس والجمع والنقل والفرز لنفاياتها عاجلاً أم آجلاً نشرت حملتها بدنا نحاسب وحلوا عنا لائحة الأسماء المتمنعة عن دفع فواتير الكهرباء والذين جروا استدعاؤهم للتحقيق معهم وفيها النائب السابق جبران طوء خمسة ملايين ونصف مليون ليرة لبنانية إبراهيم كازنجيان والشاغل النائب السابق محمود عواد ثمانية وثلاثون مليون ليرة النائب السابق ميشيل ساسين والشاغل ربيع كرم ستة واربعون مليون ليرة تقريباً مؤسسة معوض تسعة وسبعون مليون ونصف المليون نجلة سعد اثنان وسبعون مليون ونصف النائب السابق جميل شماس ستة وعشرون مليون منير الحاج ستة ملايين ليرة الوزير سجعان أزي ستة ملايين ليرة عاصم أنسو ستمائة وواحد وسبعين مليون ونصف أوتال بالميرا 81 مليون ونصف النائب كامل الرفاعي 16 مليون النائب السابق كريم الراسي والشاغل مجمع سانت إلان السياحي 50 مليون ليرة الفنان ملحم بركات 7 ملايين ليرة لبنانية تقدم الرئيس نبيه بري بدعوة قضائية أمام النيابة العامة التمييزية ضد صلاح مهدي نور الدين بتهمة قطح ودم ونشر معلومات مغنوط فيها ومضللة وذلك بسبب صورة رفعها نور الدين في تظاهرة الأحد وهاجم فيها بري وفي قصر العدل أيضا إخبار من شباب في الحراق ضد المعتدين عليهم يبدو أن ثمة من ضاق ذرعا بالحراك المدني بعدما استحكمت القوى الأمنية بالمتظاهرين جاء دور أزلام السلطة الأربعاء الماضي برازت وجوه جديدة تعرضت بالضرب والاعتداء على المتظاهرين بذريعة الإساءة إلى زعيمهم السياسي هذا الشاب الدمث هو علي حمود وكان من أبرز الوجوه التي اعتدت على المضربين عن الطعام قرب مبنى وزارة البيئة وأمام أعيني قوى الأمن من بين المعتدين أيضا شخص آخر لم يلمع في اعتداء وزارة البيئة فلمع في الاعتداء على المتظاهرين يوم الأحد الشاب هذا يدعى حسين حمود ويلقب بحسين زيتون وحسين هو ابن شقيق علي حمود عمل والده المدعو علي زيتون مرافقا لأحدى الشخصيات المقربة إلى الرئيس نبيه بره وأقصي من مهماته نظرا إلى سجله الحافلي بالتعديات كما تقول المعلومات أيضا أن المدعوين علي حمود وحسين حمود مفصولان من تنظيم حركة أمل أيضا بعد سطوع نجمهما في الاعتداء في التحركين أقدمت مجموعات الحراك على تقديم إخبار في قصر العدل ضد الشابين نحن اليوم عم نتقدم بإخبار لنياب العامة الاستئنافية حتى تحيل الملف للمرجع المختص وتم توقيفهم ونحن ندعي كل الناس أن يتظاهروا معنا وينزلوا معنا وما يخافوا من حدا نحن عم نتظاهر بدون شعارات طائفية حاملين العامة اللبنانية لحماية الجميع وعم نقوم بدورنا حتى نقدر نحمي هذا الحراك نحن ملزمين بحماية هذا الحراك ونكون بالخطوات اللازمة هذا الإخبار على النياب العامة الاستئنافية في بيروت أن تحيلوا مبدئيا إلى تحري بيروت ومن ثم يستدعى هؤلاء هؤلاء الأشخاص معروفين لهم سوابق قضائية يعني اليوم محل إقامتهم أرقام تليفونيتهم واضحة وطلب في الإخبار استجواب كل الأشخاص الذين يظهروا التحقيق وتوقيفهم وإحالتهم إلى القضاء المختص حتى ينالوا العقوبات التي يستحقون استدعاء الصحفي محمد زبيب إلى قصر العدل وتأجيل الجلسة إلى ما بعد عطلة الأعياد بعد دعاء وزير الداخلية عليه بجرم القطح والدم استدعى القاضي عماد قبلان الصحفي في جريدة الأخبار الزميل محمد زبيب لاستجوابه على خلفية نشره صورة لتشاك يعود إلى وزير الداخلية نهاد المشنوق صادرا عن بنك المدينة بقيمة مليون دولار المشنوق أكد صحة تشاك شارحا أن القيمة هي جزء من بدل بيعه منزلا يملكه في منطقة ظهور شوير عام 2002 بعد الاستدعاء توافد عدد من الصحفيين المتضامنين مع زبيب رفضا لما عدوه مسا بحرية الصحافة عندما تم استدعائي بدون شكوى اليوم ما بعرف إذا لحقوا حالهم بشكوى ولا لا المسألة منحيد عن القضية الأساسية القضية تتعلق بحرية الصحافة وتتعلق بشكل كتير أساسي بحرية القول للأمور كما هي ومن دون أي مواربة ومن دون أي تحوير أو تزييف بعد نحو ساعة من التحقيق خرج زبيب مع موكله المحامي نيزار صغية ليتبين أن موكل الوزير المشنوق رفع دعوة قطح وذام على زبيب اليوم صار في جلسة كنا مستدعيين على أساس كتاب معلومات بعبارات كتير مطاطة وإلى آخرية اتشفنا أنه في شكوى تقدمت اليوم من وزير الداخلية نفسه وبالتالي طلعنا على الشكوى وطبيعي أن يكون في عنا مهلة حتى بما أنه تقدمت اليوم أنه نفكر بالشكوى ونرد عليها فنحن طلبنا مهلة ونعطت لبعد العياد لواحد عشر الشهر واحد اكتوبر فبدي يكون عمنا نتابع ونقدم الجواب الصحيح أكيد القضية مبدئية بالنسبة لنا بالدرجة الأولى وخاصة بهذه الفترة يلي عمنا نكون فيها حراك واسع بالبلد وقضية مبدئية للآخر هل صحيح أنه فيت شك تاني؟ بعتد أنه هلأ نحن صرنا بمرحلة المحافظة على سرية التحيئات وبالتالي رح نطلع الرأي العام بالتأكيد بالحصيل اللي رح توصل إلى هاي التحيئات هناك شكوى تقدم بها الوزير نهاد المشنوق بالقدح والزم والتحقير نحن بس بما أنه هاي دي المعلومات اللي نشارها ونسبها لمصادر منا دقيقة وغلط كلها غلط الوزير أقر فيها هلأ رح نوصل للوزير بشو أقر وصار فيه عملية تحقير وتجريح بكرامة الوزير بقى طامنوا بالكن وهلأ أحد الزملاء تبعاكم سأل هل يا ترى بعد فينا نحن ننشر معلومات من هيدا النوع نعم أكيد فيكن تنشروا لكن كصحفية مؤتمنين أنتوا على صدقية الخبر وصحة الخبر هيدا اللي عنا نقوله ما حدا رايحوا راسكن ما حدا عم بيمس بحرية الأعلام بس كان عم بينحكي أنه أول شي الدعوة اللي بدأت تقام ضد محمد زبيب هي بما يتعلق بالسرية المصرفية وبعدين هل كان تراجع يعني موضوع نقل الملف إلى قطع ارتاحوا ارتاحوا ولا في موضوع سرية المصرفية ولا أعلام ولا شي موضوع في صحافة تسلل ضمن الحراك تيعمل خبرية وفوت قصة حرية الأعلام لك نقطتين مهمين النقطة الأولى أنه محمد زبيب أو أي صحافة هو غير مؤتمن على السرية المصرفية كلمة مؤتمن على السرية المصرفية اللي عنده ولوج لهذه السرية وإذا فضحها يعتبر مؤتمن عليها ويعاقب ويجرم بالقانون محمد زبيب كصحافة هو غير مؤتمن على السرية المصرفية وبالتالي لا يحاسب إذا نشر شك أو غير شك اللي صار أنه الدعوة شكوى قدمت صباحا يعني لما نزل أستاذ محمد زبيب مع الوكلة القانونيين لا يحضر ما كان عارف أنه فيه شكوى تقدمت بحقه هلأ بموضوع ضعف الحجة القانونية أنا ما عم سميه ضعف عم سميه لك موضوع اللي تشك ونشره هو موضوع غير قائم بالقانون أصلا يعني هو شيء أكتر من ضعف القطح الزم والتشهير هو موضوع حق أي إنسان يدعي على إنسان تاني بهذا الموضوع وباعتقد المحكم اللي بتبت هي محكمة المطبوعات المحكمة التي ترعى أمور الصحفيين واللي إلى الحق أن تقرب هذه الأمور هي محكمة المطبوعات بعد تعذر اتهام زبيب بخرق السرية المصرفية واللجوء إلى تهمة القطح والذم كان لموكل وزير الداخلية نهاد المشنوق دعوة لتأكيد صحة تشك الوزير طالبا من المشاككين زيارة المنزل نفسه للحكم ما إذا كان السعر الوارد في تشك يصلح كبدل للمنزل الفاخر أدم شمس الدين قناة الجديد وزير الداخلية نهاد المشنوق عاين مبنى قناة الجديد إثر تعرض القناة لاعتداء مسلح فجر السبت الفائت إثر الاعتداء التي تعرضت له قناة الجديد فجر السبت الفائت من خلال إطلاق النار على مبنائها وإصابته بأربع طلقات نارية توجه وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى مبنى القناة بصورة مفاجئة حيث كان له لقاء مع كل من نائبة رئيس مجلس إدارة القناة كرم خياط والمدير الإداري في القناة إبراهيم الحلبي إضافة إلى المدير العام ديمتري خضر المشنوق أكد رفضه للاعتداء إثر اللقاء التضامن ونقول له الحمد لله على السلام بالتأكيد أنا رح تابع التحقيق حتى نوصل لنتائج جدية بالموضوع بطبيعة الحال بصفتي الشخصية وبصفتي العامة ما ممكن أقبل ولا ممكن شجع ولا ممكن أسمح بالاعتداء على أي مؤسسة إعلامية معنية أولا بحرية الرأي وبحرية الخل أيا كان اتجاه السياسي أنا بعرف أنه الاتجاه السياسي موضع خلاف بين اللبنانيين وفي ناس ضد وناس مع بس اللي ضد واللي مع لازم يكون بذات الوقت مشجع ومؤيد لحرية الصحافة لأنه اللي بيلغي التاني بيكون عم بيبلش يبني على إلغاء نفسه المشنوق تفقد أماكن إصابة المبنى بالطلقات النارية مؤكدا متابعة التحقيقات في القضية الجديد في منزل أسامة منصور والعائلة تشكل ملاحقات تحقيق يمنى فواز في هذا الحي في بيب التباني كان يسكن أسامة منصور أبو عمر الذي قتل لكن أفعله المسيئة حلت نقمة على عائلته ولعنة تلاحق أشقائه إلى منزل عائلة أسامة منصور ولهذا المنزل أكثر من حكاية لا تقف عند ابن جبهة النصرة الذي قتل بعدما قاتل الجيش اللبناني دخلنا إلى منزل العائلة المؤلفة من خمسة شبان ومن ضمنهم أسامة وشقيقتين وشكوا لنا مصيبتهم بسبب أن أسامة ابن العائلة أنا أبيه أنت راضي عما فعله ابنك؟ نحن ما نقردين وكنا نوعيه وأنا يبقوا جوية الدباط يبقوا يقول لي أنه أنت أنا حكي معه كذا والله أنا أحكي معه وأنا بوعيه وأنا بقول له بدأ إذن أحنا ما بينفع مع هالشي هذا وهذا الشي بدأ منه مطلوب هلأ وما بيغير شيء وما بيعمل شيء يعني بس هو زلمي فكره يعني خاطط فكره إسلامي وهو ما يخذ هالطريق إنه أنا هذا طريق جهاد وماشي فيه خلال إذا بدنا نعدد كل واحد من ولادك الشباب شو تأزه عندك الكبير مثلا خولين خول الطلبو حقه معه وسيم وسيم حطي له إشارة طيب لا شو عايشو إشارة عند أمير أمير عنده بحل تليفونات يدل يتنقى فيهويا الله يرحمه طلعاك شو قال مطلوب شو قال على ثلاث مذكرات جلال وينه هلأ هربان ليه كمان على وسائق أنا بطلب إنه الإنصاف والعدل والرأفي بالعباد ما ينجرر بهذا بجرير مثلا أبوه أو أخوه أو عموه وسيم الذي بتعد مسبقا عن شقيقه أسامة منذ أن انتهج خط التشدد لم يسلم أيضا يعني أنا ما عرفت إنه عليه إشارة لأكنت بدأت جواز ونزل إخد بسباري فرفضوا يعطوني رفضوا يعطوني زوجتي يعني وقالوا لأنه ما فيه فيه إشارة خيزة بتوضعه اتحريت على الموضوع تبين أنه أنا حوطيني شي شقيق إرهابي أو منتمي لشي تنظيم أو شي ما ما فهمت أنا شو الفكرة لأنه أنا بعيدة عن الجو ما فهمت شو الفكرة حتى هني موضحوه لهلأ ما بعد ما بعرف أنا شو علي هنا وصلنا لمرحلة وقالت لسامة خطة خطوط حمر يعني أبي منعنا يعني بعد ما أبي حكيه إياه كثير كذا منعنا نتواصل إحنا إياه أو إذا كان بالشارع ما تقربوا صوبوا لأنه حيعدوكم أنتم معه بمجموعة أو شي أم خالد تطلبوا العدلة لأبنائها الأحياء أسلمونا أسامة نتركوا أخويته طب الله يرحموا ميت طب تركوا لنا أخويته إيلا لا يتحمل أسامة بأخوته ما قالوا علي أخوته أسامة كان يتبطري الله يرضى علي مستمع نصيحتنا نحن وأبو بس ما قالوا علي أخوته أخويته ما قالوا عليها إنه آواصي ما قالوا عليها وأمير ما قالوا عليها جليل ما قالوا عليها يبلولي ثلاث سوا إنه أنا احتر قلبي على أبو عمار لكن صراحة فيما يتعلق بأمير منصول خيو رأسه عن مسوول بنحكم ثلاث سنين ما أساس ملفه أمير منصور اجا على ملف جيبه شخص واحد هو نيزار مولوي جيب 11 شخص سألوه بالوزارة الدفاع عن معرفتهم لأشخاص تعددوا قدامهم وكان ذكر لأمير منصور انه بيسمع فيه بس ما بيعرفه انه المفارقة الغريبة انه يجب كل هالأسامي هادي على الملف انحكم سنة ونوص نيزار مولوي أمير منصور انحكم ثلاث سنين المقصد انه أمير ضحية أسامة منصور ضحية أخوه وطالما ما فيه اي ارتكاب لأي جريمة وما فيه اي ادلة انه ارتكب جريمة ما فيه اي اعتراف وبيجلسة واحدة بينحكم ثلاث سنين وبيكم سؤال وما انسأل حتى عن الملف اللي هو فيه انسأل عن أكتر الأسئلة مثل منه سيبت بالمحضر عن أسامة مش أكتر ولا أقل خلال أيام بيتميز الحكم أمير لأنه منه مقبول أبدا غير المطلوب العدالة والمساواة بين الكل طالما أمير لا يجوز أن يكون الأمير ضحية أخوه إذا أسامة مرتكب لجرائم لا يجوز أنه حاصب شقيقه على جرائم هو ارتكبه أو أشقاءه أو أشقاءه كل أشقاءه كل ما تطلبه العائلة اليوم هو أن لا يحكم على أبنائها فقط لأنهم أشقاء أسامة بمرور الأيام تتكشف التفاصيل إضافية عن الغموض الذي لف حكاية أحمد الأسير في السنتين التي بقي فيهما متخفيا عن الأنطار فبحسب محضر التحقيق مع الأسير فإنه تنقل أحد عشرة مرة قبل أن يقع بأيدي الأمن العام في المطار فالأسير بدأ رحلة هروبه إثر معركة عبره في تاريخ الخامس والعشرين من حزيران عام 2013 يوم انتقل بداية بمرافقة شقيقه أمجد إلى منزل أحمد هاشم القريب من مسجد بلال بالرباح الذي كان الوجهة الأولى للأسير وشقيقه حيث مكثا هناك فترة تراوحت من ساعتين إلى ثلاث ساعات ثم انتقلا إلى منزل سعد الدين حنيني في عبرة من دون المكوث لديه طويلا لكونه رفض استقباله نظرا إلى انتشار الجيش في المنطقة لذلك توجه الأسير وشقيقه إلى منطقة الهللية في صيدة واستكانا في منزل محمد شريف بعلم والد الشريف رئيس جمعية تجار صيدة علي عيد الشريف المحطة الرابعة من عملية هروب الأسير كانت باستقبال حسام الرفاعي وزوجته اللبنانية الأمريكية ليديا طاها الأسير وعائلته وشقيقه أمجد في منزلهما الكائن في بلدة لبعة على مدى يومين ثم قامت ليديا زوجة الرفاعي بنقل الأسير وشقيقه أمجد بسيارتها إلى منزل الشيخ سالم الرافعي في منطقة البحصاص في ترابلوس وبعد ثلاثة أيام من وصول الأسير إلى منزل الرافعي تواصل مع ليديا لنقل أولاده محمد وعبد الرحمن وعمر إلى منزل الرافعي فتمكنت ليديا من نقل أبناء الأسير إلى دير القمر وتولى الشيخ زكريا المصري نقلهم من هناك إلى منزل الرافع في ترابلوس المحطة السابعة كانت بنقل الرافع الأسير إلى منزل استأجره له في باب التباني بالتنصيق مع الشيخ حسان الصباغ حيث أقام شهرين وبعد مرور شهر طلب إلى اللبناني معتصم قدورة وشهين سليمان تأمين انتقال زوجته أمل شمس الدين إلى مكان إقامته فتولى شهين نقلها بالتنصيق مع الصباغ بعد ذلك تواصل الأسير مع الشيخ خالد حبلوس الذي نقله وعائلته إلى منزله في منطقة بحنين حيث أقام عنده شهرين في المرة الأولى وشهرا في المرة الثانية وبعد احتدام المعارك في بحنين فرت عائلة الأسير من منزل خالد حبلوس نحو منزل مصطفى عكوش ابن عام حبلوس الذي آواهم قبل انتقالهم إلى محطتهم التالية أما المحطة العاشرة فكان عرابها شهين سليمان الذي نقل مجددا الأسير وأولاده وشقيقه أمجد إلى منطقة الشرحبيل حيث أقاموا في منزل معتصم قد دور مدة ثلاثة أيام انتقلوا بعدها إلى داخل مخيم عين الحلوي وبتاريخ الثاني عشر من آب عام 2015 غادر الأسير مخيم عين الحلوي حيث نقله اللبناني عبد الرحمن فضل الشامي إلى منزله في بلدة جدرة وفي اللوم التالي استحبه إلى مبنى السفارة التركية في الرابية ثم إلى مكتب السفريات في شارع مارلياس في بيروت ثم عاد به إلى منزله بجدرة وفي اللوم التالي أمن له انتقال الأسير من منزله إلى المطار بواسطة سيارة أجرى وهناك في المطار انتهت حكاية الأسير أهلا بكم من جديد إذن الشتوة الأولى خطر يحدق باللبنانيين والتفاصيل في هذا التحقيق لألين حلق الشتوة الأولى كانت البركة التي ينتظرها المزارع ليروي بها أرضه العطشة اختلفت المعادلة اليوم وباتت الشتوة الأولى نقمة بسبب الخطر المتأتي من نفايات تراكمت من نهر بيروت إلى مختلف المناطق اللبنانية وتقدر كمية النفايات المنتجة منذ بدء الأزمة في السابع عشر من تموز الماضي تاريخ إقفال مطمر النعم ولغاية اليوم من نحو 180 ألف طن عدد تلك المرمية عشوائيا في الطرقات وتقدر كميتها من نحو 80 ألف طن كل هذه الأطنان هي بمثابة خطر محدق بكل اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم بكتيريا أمراض برغش وذباب الخطر الأساسي من النفايات المترك مع طريقه هي أنه أول شتوة إذا النفايات مكبوبة وما كان لح تروح تنجرف مع الماء تنزل بالمجاري المياه الأمطار وتسدهم وبس تنسد مثل كل سنة نحنا أول شتوة دايما بلا كارسة نفايات عم بتكون الطرقات فائدة بالمياه كيف إذا هلأ يعني حتكون تنظيفها وفتحها أصعب خاصة أنه هلأ نحنا بعد ما عم نشوف أنه فعلا أنا بعد ما شفت تحرك لوزارة الأشغال بأنه فتح المجاري قبل الشتوية وكل البلديات ينطلب مننا أنه تبلش من هلأ أنه نحنا ناطرين كارسة فإذاً هيدا أول مشكلتانة مشكلة هي أنه الرماد اللي ينحرق الغازات اللي طارت بالجولح تجع كلها تنزل على المياه الجوفية أو على المزروعات وترجع تفوت على جسمنا هيدا صارت من قبل وهيدا من حمل مسؤولية لكل شخص كان مسؤول أنه يتابع إدارة النفايات بطريقة سليمة هيدا غير التلوث أو الخطر إذا بدك العدوى أو المشاكل أختار الأمراض الصحية الأمراض اللي معقول تنقل من خلال النفايات قل رادي بلشت تنقل كيف تنقل من البرغش والدبان اللي هن بيغطوا على الأكياس النفايات على المواد العضوية وبينقلوا معهم حيالة بكتيريا معقول تكون موجودة عليها على الشخص يا بالعقصة من اللي إيام أنه إيدينا العقصة صارت سمة أو بالأمراض اللي كلنا سمعنا عنها هي أمراض بالأمعاء الأشخاص من بعد الأزمة سنعملية الناس كتير معهم أسهل معهم مشاكل من وراء هالبرغش والدباني عم ينقل البكتيريا أو الفيروسز على الأكل ونجا نحن منأكله إذا ما كان معالج بطريقة صحيحة بس الحل الأنسب اللي ما بيخلينا نفوت مرة تانية بهذه الكرسي بعد 25 سنين هو إدارة هذا الملف من هاللحظة بطريقة مستدامة من هاللحظة مش مماطلة أشهر وسنين وده بعدين نقول بلك من هلأ معروفش الحل إذا منقول أنه البلدية تمنى الجاهزة على الأليل نعترف أنه صلاحيتها أنه تلم وتعلاج نفاياتها وعندها حقوقنا تاخد مصريات على أي نبلش من هونيك الحكي مع بعضنا جارس الإنذار قرع نحن على مشارف كارثة بيئية صحية كبيرة كان اللبنانيون في غين عنها لو لا طمعوا المسؤولين في أرباح النفايات وبدلا من أن يكون المشهد نفايات ترمى على ضفاف نهر كان من الممكن أن يكون معامل فرز كهذه توضب فيها النفايات وترسل إلى حيث يعاد تدويرها لترسم معالم رقي وحضارة من جهة وإنتاج مثمر من جهة أخرى صحتنا شربنا أكلنا أمننا الغذائي برمته بخطر لكن زعماء البلد لا يعنيهم من الأمر سوى الحفاظ على مناصبهم اليوم الشعب المسؤول استفاق وبيده سيكون الحل من ضفاف نهر بيروت ألين حلاق قناة الجديد من جديد الحراك المدني يستقطب تأييدا من المغتربين اللبنانيين في أسقاع العالم من خلال اعتصامات رمزية نفيدت في عدد من بلدان الاغتراب تزامنا مع تطاهرة يوم الأحد التي تحركت من برج حمود إلى وسط العاصمة بيروت نفذ مغتربون اللبنانيون في عدد من البلدان اعتصامات رمزية تضامنا مع المتظاهرين في بيروت أبرز هذه الاعتصامات كان في العاصمة الفرنسية باريس وفي العاصمة البريطانية لندن كان للبنانيين وقفة رفض لأداء السلطة في لبنان وفي أستراليا تجمع عدد من اللبنانيين في أحد أنحاء سيدني حيث اعتصموا رمزيا دعما للحراك المدني في لبنان المدير العام للأمن العام اللواء عباس براهيم يؤكد استمرار المفاوضات للإفراج عن العسكريين المخطوفين ووزير الداخلية يطالب أصحاب الحقوق في وسط بيروت باعتماد الأليات القضائية والإدارية في الدولة إن كانت هناك حقوق مهدورة نقلة نوعية حقاقتها السجون في لبنان تمثلت في افتتاح مركز احتجاز جديد موقع للأمن العام في ساحة ساعة العبد في كورنيش النهر بعد استحصال وزارة الداخلية والبلديات على مبلغ خمسة وخمسين مليون دولار لبناء سجن حديث يتسع لإيواء ألف سجين ومع دخول الحراك الشعبي شهره الثالث وجد أهل العسكريين المخطوفين أن قضيتهم باتت في مجاهل النسيان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم المكلف متبعت هذا الملف أكد عكس ذلك وعلى هامش افتتاح مركز الاحتجاز أشار إلى أن المهمات والعمليات الأمنية التي تعلن اليوم كان يقوم بها الأمن العام منذ أربع سنوات أبدا مش ملف العسكريين المخطوفين مش منسي والدليل أنه أول مبارح كان فيه اتصال وبعتاد اتصال فعال مع المراجع اللي عم تشتغل على الملف بس نحن مش مضطرين كل شي عم نعمله نصرح فيه أبدا لأن السرية هي ضمان نجاح الملف جنرال عم نلاحظ بالفترة الأخيرة فيه كثير تزايد بعداد الموقفين والإرهابيين من قبل الأمن العام هل هو بسبب زيادة النازحين السوريين أم فيه قرار سياسي شو سبب؟ لا لا أبدا هيدا موضوع من أربع سنين نحن على هذه الوطيرة بس مؤخرا أخذنا قرار بالإعلان عن كل التوقفين كيف عم تزروا اليوم للحركة الشعب؟ البعض عم بيقول فيه من دوس وزير الداخلية نهاد المشنوق تطرق إلى التحركات المطلبية التي تشدها العاصمة ورأى أن وسط بيروت مفرغ عن سابق تصور وتصميم الأخطر أن ثمة من يريد الركوب على واقع الفشل الذي سهم في وصوله إليه لتصفية حسابات مع الزمن الذهبي للعاصمة والأخطر أن قتل الشهيد رفيق الحريري مستمرون في قتله بيروت ليست يتيم وسنمنع بحزب بواسط هو الأمن الداخل والجيش اللبناني والأمن العام أي تعرض لأي ملك خاص أو عام في قلب بيروت الذي هو قلب كل لبنان وعلى هامش الافتتاح عينه أشار المشنوق إلى أن على من يطالب من اللبنانيين بحقوقهم في وسط بيروت فتح الملف من خلال المرجعيات القضائية والإدارية في الدولة كلنا إذا ما سمعت حدا حكي بالحقوق ويحكوا بي ما سمعت هذا الكلام هذه مسألة على كل إن كان فيه لجانة ترخمية قضائية هي اللي تولت الأمور فتح هذا الملف لازم يتر عبر القنوات الرسمية بمعنى إنه إذا كان فيه مرجعية قضائية أو مرجعية إدارية ضمن الدولة هي اللي الطالب للناس بحقوق مش بخلق جوه كأنه قلب المديني معادي لللبنانيين عهدتهم بمحسبة المرتكبين لكن شفنا باليومين أي عاد الضرب المتظاهرين بشكل عنيف جدا لا شكل عنيف جدا هذا وصفك مش رص الصليب الأحمد صار خطأ أو اثنين بسيطين صحيح صحيح أنا قلت صار خطأ أو اثنين وعم بتتم معالجتهم بس ما في شي بيشبه يوم اثنين وعشرين يعني من نصور الإشياء كأنه تكررت يوم اثنين وعشرين منحة تانية كان بينسخة تانية لا لا معدلة بشكل كبير ولي صار أنا عم بقلك صار خطأ أو خطأين يتم متابعتهم من قبل اللواء بصبوس وأكد المشنوق أنه لن يسمح للمتظاهرين بدخول السراية الحكومية أو المجلس النيابي وأن كل الساحات الأخرى مفتوحة أمامهم بحماية قوى الأمن باسل العريض قناة الجديد أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير رأس وزير العمل سجعان قز اجتماعاً مع أكثر من ثلاثين جمعية ومنظمة إنسانية دولية تعمل في لبنان للبحث في دورها ومهماتها داخل الأراضي اللبنية على صعيد اللاجئين والمجتمع اللبناني المضيف وكيفية مساعدة هذه الجمعيات والمنظمات أبلغت هذه الجمعيات أنه بقدر ما نرحب بأن تستعين بخبراء أجانب وبطاقات أجانب لها التجربة في العمل الإنساني والاجتماعي في دول أخرى بهذا القدر نرفض حين تقع هذه المنظمات بضائقة مالية أن تصرف اللبنانيين وتبقي على الأجانب اللبنانيون أولا ومن ثم الأجانب وهذه قاعدة ليست لبنانية ولا عنصرية إنها قاعدة القانون الدولي أطلق وزير التربية ليس بوصعب بالتعاون مع اليونسف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والدول المنحة حملت كلنا على المدرسة الهادفة لتوفير تسجيل المجاني في المدرسة الرسمية لهذا العام الدراسي عم نحكي بأكتر من 300 ألف تلميذ بعد ذلك يفوتوا على المدرسة بالجولات اللي قمنا فيها بالجولات الميديني اكتشفنا أنه في طلاب لحد اليوم مش عارفين أنه بيطروا يحطوا ليدهم المدرس بشكل مجاني وهذا الوضوع نحن يجب أن نخرج منه طبعاً أكد رئيس تحرير موقع أم لبانون الصحفي توني أبي نجم أن موضوع توقيفه في مطار رفيق الحرير الدولي جاء على خلفية مساعدته شباباً في زحلي اعترضوا على إنشاء معمل الترابة وكتبوا تعليقات على موقع تواصل اجتماعي فيسبوك ودعا عليهم أن نائب نقول فتوش هذا الموضوع ما له علاقة بأي إطار سياسي هذا الموضوع له علاقة بأمرين أول أمر أكيد الحريات الإعلامية لأنه اللي شفناه هو ظاهرة مفجعة من ظواهر الفساد يلي عم تنخر سواء بجانب من الجسم القضاء للأسف وسواء كمان بجانب من الجسم الأمني رح أروي اللي صار معي بشكل سريع جداً عقد مختارو غربيب على بك اجتماعاً في منزل مختار شمستار محمد الحاج حسن وبحثوا شئولاً حياتية واجتماعية وبالتمديد للمخاتير وطلبوا بتوفير مياه الشفا لشمستار والسماح بالبناء بدلاً من النزوح إلى العاصمة افتدح وزير أشغال العامة والنقل غازي زعيتر طريق بدنايل سرعين الذي يربط قرى غربيب على بك بقرى شرقيب على بك في احتفال النظامات بلدية بدنايل عند المدخل الرئيسي البلدة زعيتر أكد على أهمية طاولة الحوار بين اللبنانيين لتحقيق أهداف هذا التواصل بين الشرائح اللبنانية المختلفة وانتخاب الرئيسي الجمهورية وإقرار قانون الانتخابي على أساس النسبية تحت شعار الدفاع عن بيئة عكار عقد مجلس البيئة والسالون الثقافي في القبيات مؤتمراً صحفياً تحدث فيه جوزاف العبدالله ورئيس مجلس البيئة في القبيات أنتوان ظاهر الذين أكدوا رفض مبدأ مقايدة النفايات من خارج عكار بالتمية فيها ونبها من خطورة خطة المشنوق الشهيب على مصالح العكاريين أهلاً بكم من جديد بوتين يطمئن نتنياهو دمشق لن تفتح جبهة الجولان أعلن رئيس الروسي فلاديمير بوتين في خلال لقائه في موسكو رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو أن دمشق لا تسعى لفتح جبهة ثانية في الجولان المحتل بل تحاول الحفاظ على الدولة وقال نحن نعلم وندرك أن الجيش السوري في حالة لا تسمح له بفتح جبهة ثانية وسوريا تسعى للحفاظ على دولتها الرئيس الروسي أكد أن سياسة روسيا في منطقة الشرق الأوسط ستكون دائماً مسؤولة ورأى أن عدداً من المنحدرين من الاتحاد السوفيتي السابق يقيمون في دولة إسرائيل وهذا يطفي طابعاً خاصاً على العلاقات بين دولتين نتنياهو من جانبه أعرب عن قلقه بشأن استخدام الصواريخ على الإسرائيليين ومن فتح جبهة سوريا وقال إن إيران وسوريا تقومان بتزويد حزب الله بالأسلحة الحديثة التي توجه ضد بلادنا مشيراً إلى أن الألاف من الصواريخ استخدمت ضد سكان إسرائيل في السنوات الأخيرة وأكد نتنياهو أن تل أبيب وموسكو تجمعهما أهداف مشتركة في توفير الأمن في الشرق الأوسط مشيراً إلى أن المهمة الرئيسة الآن تتمثل في منع تدفق الأسلحة وفتح جبهة ثانية في منطقة الجولان البابا فرانسيس يواصل زيارته لكوبا ويلتقي زعيمها في ديل كاسترو في مهد الكاثوليكية في كوبا كان للبابا فرانسيس محطة زار فيها هافانا وهناك أعلن في قداس في كاتدرائية العاصمة أن الفقر هو السور وهو الأم ضد الدنيوية طلب أمام عدد من رجال الدين المسيحيين أن لا يكلوا أبداً عن المسامحة الثروة تضعف قوة الإيمان لا تخاف الرحمة ولا تكلوا من المسامحة وكان البابا فرانسيس قد اجتمع بزعيم الثورة الكوبية في ديل كاسترو في منزله وقال المتحدث باسم الفاتيكان إن زوجة في ديل كاسترو وأولاده وأحفاده حضروا اللقاء الذي دام نحو أربعين دقيقة وتناولت المحادثات قضايا دولية من بينها مسائل البيئة إلى عنوين صحف اليوم والبداية مع النهار حوار الجولة الثالثة وراء السواتر متشدد تسوية الترقيات متعثرة وعون لا يقاطع محقيقة دولية إنهاء الحرب ثم ملاحقة الأسد روسيا نشرت 28 مقاتلة وقصف لسفارتها واشنطن ترى تعاوناً إيرانياً مع المفاتيشين فرنسا تنافس بشراسة على السوق الإيرانية سيبراس يعود إلى السلطة في اليونان ويؤلف حكومة غداً في السفير كشف حساب للحراك الشعبي في شهره الأول انتزاع حقوق المواطنين بالانفرأ انعطافة فرنسية لن نشترط تنحي الأسد قبل الحل روسيا تستطلع جوياً وتعزز مقاتلاتها في اللاذقية بوتين يتفهم نتنياهو سورياً ولا يطمئنه معلومات استخبارية وآلية لمنع الاحتكاك سيبراس يعود منتصراً على الجميع فوز في رصيد اللاجئين في الأخبار موسكو وطهران ودمشق وبغداد مع حزب الله لحماية سوريا ومواجهة الإرهاب بوتين يقود تحالف أربع زائد واحد سلام إلى نيويورك الرئيس أولاً الزواج الكاثوليكي لم يعد كاثوليكياً ننتقل إلى الأنوار وزير داخلية ما نراه في وسط بيروت استكمال لاغتيال رفيق الحريري مداهمة لمقاتلات الجيش اللبناني دول أوروبية تهاجم اليونان لسماحها بمرور المهاجرين واشنطن روسيا بدأت مهمات استطلاع فوق السوريا بطائرات من دون طيار إلى الديار الديار تنشر محضر التحقيقات الأولية مع أحمد الأسير خطة النفايات إلى التنفيذ وإزالة العراقيل من أمامها في النعم وعكار الحوار مستمر للحكومة ومجلس النواب أما الرئاسة فمؤجلة وعون قد يحضر التفاهم على ترقية الضباط وروكوز وحزب الله نال الموافقة من المستقبل طائرات روسية فوق السوريا ومقاتلات في اللاذقية خشية إسرائيلية من نقل الأسلحة الروسية إلى حزب الله ننتقل إلى المستقبل خطة النفايات سباق ماطر بين هطول الخطر واستكمال الآلية الفنية والتنفيذية الحوار عون راجع و14 أذار مصر على التوافق أيلول طرفه مبلول ديل بونتي مصير ميلوزيفيتش ينتظر الأسد اتفاق روسي إسرائيلي على سوريا في البناء نتنياهو يفشل في موسكو وإيران تربح اعتراف أمريكا بصدقية التزاماتها برري لا انتخابات من دون النسبية وجلسة حاسمة يقرر بعدها مصير الحوار لا حراك اليوم في الشارع وجمبلات يتصدر مساعي حلحلة الترقيات سيبراس يؤدي اليمين الدستورية الشعب فوضني اللواء عنوانت مرسوم ترقية العمداء قيد الأعداد والحوار اليوم رسالة دعم لسلام في الأمم المتحدة برري يدعي على متظاهر والمشنوق يرفض اغتيال الحرير مجددا بشعارات الحراك طائرات روسية نفذت مهام استطلاع فوق السوريا محققة دولية مصير ميلوزيفيتش ينتظر الأسد نتنياهو إسرائيل وروسيا ستنسقان الأعمال العسكرية بوتين يهدئ مخاوفه في البلد الحوار في حلقة مفرغة وبالري يدعي على متظاهر جس نبض الوكالة الدولية تتقدم في تحقيقها حول النووي تفجيران دمويان يهزان بغداد وفي الجمهورية تصعيد سياسي يسبق الحوار طلعت ريحتكم مع علامة استفهام وعلامة تعجب وأسماء كل من مروان معلوف خطار طراباي كاثرين ماهر أسعد دبيان وعماد بزي فتح علي للجمهورية خطة كبيرة تحاكو للمنطقة في الحياة لاجئ عراقي ادعى أنه السوري ماكو أمان ماكو كهربا ماكو كرامي استعداداً ليوم الحج الأكبر ووسط جاهزية أمنية سعودية عالية مليونان واربعمائة ألف حاج يقضون يوم التروية في ميناء احتفلوا بمرور سنة على اشتياح صنعاء وزعيمهم أعلن تعبئة ثانية تعينات قضائية لجماعة الحوثيين نشرت 28 مقاتلة وتشغل طائرات الاستطلاع والمعارضة تبعث رسالة إلى سفارتها في دمشق روسيا تدخل الحرب السورية جواً ختاماً معنا من الشرق الأوسط القوات المشتركة تتقدم في مأرب وغارات على صنعاء في ذكرى سقوطها عمليات استباقية للتحالف تصد تحركات للحوثيين قرب حدود السعودية ضيوف الرحمن يبدأون الصعود إلى مينة اليوم والكعبة المشرفة تستعد لحلتها الجديدة غداً حج بالطائرة لمصابير رافعة كانت العنابيين لوائح المتخلفين عن الدفع تظهروا للعلن والردود تتوالى شباب الحراك إلى القضاء مدعياً كل الأشخاص معروفين لهم صوابق قضائية لعنة أسامة منصور تلاحق عائلته وشقيقه آخر المتضررين سلمونا أسامة منتركوا أخواته طب الله يرحموا مات طب تركوا لنا أخواته ختم النشرة شكراً للمتابعة وإلى اللقاء شكراً للمتابعة شكراً للمتابعة